يسقيك أي مريض وهو يريد بذلك أن يدخل ويصل إلى هذه الأصنام ومر الناس به فلما فرغوا أو كادوا يفرغون ويذهبون إلى مكان عيدهم قال في نفسه كما حكى لنا رب العزة في سورة الأنبياء وتالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدمرين تالله بمعنى والله تالقسم يقسم لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدمرين إذا رحوا شوفوا إجتساوي في الأصنامات التي تدعونها آلنا جاء إليها سيدنا إبراهيم فدخل إلى البيت الذي وضعوها فيه وكانت عددا كبيرا من الأصنام صفوها بجانب بعضها البعض ووضعوا في وسطها أكبرها حجما وعظمها شكلا وكانوا يقفون عنده فيعظمونه أكثر من غير هذا الصنام وكان قد أعد فأسا أخذها بيده وقف أمام هذه الأصنام يريد بهذه الكلمات أن يثبت بداخل نفسه ولغيره هذا الشيء قال ألا تأكلون قدامكم طعام كتير يقول لكم يعني استفيدوا منه سبحان الله لا يكلون ولا يشربون ولا يقرون ولا ينفعون سبحان الله الإنسان حينما يتفكر يا أيها الإخوة والله عجيب أنا أقول يعني من باب المقامات كل شيء مقامات فيه من هذا الشيء صحيح يعني الذي يعبد أصناما والذي يعبد إنسانا قد يكون أحيانا الذي يعبد إنسانا أقل في خفة العقل من الذي يعبد حجرا قد يكون أقول من باب المقامات وكله مكفر وكله بلال وكله إلحاد وكله خروج عن الملة يعني إنسان يفعل يتصرف يقوم قوي شجاع أمين خلوق عاقب مثلا يغتر بصفاته فيقول هذا يفعل أو هكذا يصنع أما صنم حجر سبحان الله كيف يتوصل الشيطان بالضحك على الناس واللعب بالعقول والاستخفاف بتفكير الإنسان الذي جعل الله تعالى فيه مزية ما جعلها في باقي مخلوقاته إلا قليلا هذا العقل الذي كرمنا الله تعالى به وهو مسألة عظيمة من أيام زارنا صديق زارني فدخل هو له فكر معين ورأي معين وهكذا فأكلت أكلمه في أشياء فقلت من فضل الله تعالى أن أكرمنا بهذا العقل الذي هدانا به إلى الحق فجعل يلف ويدور ويلف ويدور قلت ماذا تريد؟ إيش؟ لماذا ستصير؟ قال يا أخي الهداية من الله قلت له أنا أقول الهداية من عندي يعني أنا إلا الهداية من عقلي أنا عقلي بوزع فيه هداية على الناس مثلا أو أنت عقلك الضخم العظيم توزع به هداية على الناس لا يا أخي نحن ما نقول هذا ومن اعتقد ذلك أو دخل فيه شيء من احتقال ذلك يكاد يخرج من دين الله عز وجل الذي يعتقد أن بشرا مثله يهدي أو يضر أو ينفع أو كذا يكاد يخرج من الإسلام أصلا هذا اعتقال صغارنا ينبغي أن يكونوا يعرفونه وهم يعرفونه بفضل الله الأمور كلها على الحقيقة على الحقيقة بيد الله عز وجل الهداية والضر والنفع والصلاح والإحياء والإماتة وما إلى ذلك ونجد إذا قلنا أن الله خلق لنا سببا مثل العقل فجعله سببا وطريقا لوصولنا إلى الحق فإيش في هذا الكلام؟ ما هو الشيء المعاب عليه؟ لم يقبل الرجل كما قلت له اتجاه في فكره خاص رغم أنه متعلم ويظن نفسه يعني أكثر علما من كثير من الناس كذا يظن نفسه سبحان الله أقول يا أيها الإخوة الله تعالى كم مدح هذا العقل في كتابه؟ إن في ذلك الآية للقوم يتفكرون أتفكر ببطني إلا برجلي عجيب يعقلون كذا سبحان الله وصل إليهم قال ألا تأكلون؟ ما أجابوا شيئا كان قد عبد فأسه وبدأ يضرب هذه الأصنام فيكسرها يكسر الأول والثاني وهذا من هذه الجهة وهذا من هذه الجهة حتى تساقطت الأصنام وخرت على وجوهها ثم حمل بما ألهمه الله تعالى من فطانة والأنبياء من باب الذكرى والعبرة يوصفون بالفطانة لا يوصفون بالذكاء هذا يقرر في علم العقيدة الإسلامية من يقرره يرى فيه من صفات الأنبياء الصدق الأمانة الفطانة ويذكرون ينصون أنه لا يوصفون بالذكاء يوصفون بدلاً عن الذكاء بالفطانة قال الفرق الفرق الذكاء شيء ممدوح أحياناً وقد يكون مذموماً أحياناً قال يعني المثال اللص الذي يسرق البيوت ذكي أم غبي يجحس ويفكر ويخطط ويمنظم ويؤلف عصابة ويختفي عن الناس ويدخل وهكذا يفعل أشياء عجيبة والذي يضحك على الناس كالفراعنة ومان سواهم الذين يغترون على الناس بمظاهرهم ويقوتهم بكذا أذكياء أيضاً أم أغبياء أذكياء ولكن جاياً واستخدم ذكاءهم في غير رضوان الله عز وجل أما الفطن فهو الذي يستخدم ذكاءه في رضوان الله حصاب ما ينشغل عقل إلا فيما يرضي الله فأما ما كان فيه معصية فلا يستعمل فيه عقل حتى يتوصل إلى معصية الله عز وجل وهذه مسألة كما قلنا إنما يوصف بها أنبياء الله ومن سار على نهجه من فطانة سيدنا إبراهيم وبما ألهمه الله تعالى حمل هذه الفأس ولها قرف من خيط وعلق خيطها أو حبلها بعنق كبير هذه الأصنام ولم يكسر وعاد هؤلاء القوم فريحين مسرورين من عيدهم ودخلوا ليأخذوا أطعمتهم وأشربتهم التي تبركت بقربها من هذه الأصنام أو عن إبابة علي زفاعة الريحة للسلام سبحان الله أعوذ بالله والله يا أيها الإخوة دائما أقول وينبغي كلنا كل مسلم يقول الحمد لله أنهدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لو لا أنهدانا يعني مهما شكرنا الله وعبرناه لا تقدر بثمان دخلوا على هذه الأصنام ليجدوها مكسرة مهشمة مقطعة مصفوفة على الأرض موزعة ووجدوا الصلم الكبير قد علق الفكس بيده طاشت رقوله قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قال بعض المفسرين إن سيدنا الإبراهيم لما قال إني سقي منفضعا ومضعا بقي قلة من الناس في آخر السائرين والذاهبين معهم إلى عيدهم فسمعوه يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مذبين فجاء هؤلاء فنقلوا ما سمعوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني بشر يريد أن يكسرهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سيدنا بن عباس رضي الله عنه لما يمر على هذه الآية فيما ورد عنه من التفسير يقول سمعنا فتى الله تعالى يمدح فتوة هذا الفتى الفتوة إن كانت في محلها شيء عظيم والله عظيم الشباب الحقيقي الذي يكون مثبتا لجدارة من رضوان الله عز وجل شيء لا يقدر بثمن سمعنا فتى يشير إلى محق الشباب والقوة والشجاع قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدوا جيبوا ليرى الناس جميعا ما سنفعل به وكيف سيجاوب عما فعله وسيدنا إبراهيم في الحقيقة إنما كان يريد هذه المسألة كيف سيصل إلى جميع الناس وهو في أول عمره كيف سيصل إليهم بدعوته هذه المسألة ستوصلهم ستوصله إلى الناس سبحان الله في اجتهاده وما رآه وما ألهمه الله تعالى إياه بطريق يسير سيراه الناس جميعا لن يتخلف عن معرفته أعد لا صغير ولا كبير لم رأى ولا إنسان مخبى ولا إنسان مسلور كلهم سيرونه وسيعرفون بقصته وسيسمعون لما سيجري معه وهذا يا أيها الإخوة شأن الأنبياء الظهور فهم بإذن الله وبوحد الله يريدون أن يظهروا دعوتهم وهذا في هذه الجزئية لا ينطبق في كثير من الأحيان على شكل من تبعهم أنا إذا أحببت الظهور أمامكم يدخل علي الشيطان فيقول ضروب ما شيخه ساوي حالك شيخ الإسلام قال لي يصيروا تلميذ الخلق فيضيع أجري وثوابي كله والعياذ بالله وأنقلب من المثوبة إلى العقوبة والعياذ بالله عز وجل أما الأنبياء فالله أمرهم أن يظهروا دعوتهم وأن يكونوا قدوة حسنة أنا إن شاء الله أنوي ولكن قد يداخلني الشيطان كما قلنا فيأخذني إلى موضوع الرياء وما إلى ذلك وحب الشهرة فبهذا والعياذ بالله يذهب الأجر أما الأنبياء لا هم مخلصون إنه من عبادنا المخلصين المخلص كأمثالنا نجاهد أنفسنا مشان نخلص الشيطان قال لك لا شوف حالك كذا تجاهد تبذل الجل أما المخلص فقد أخلصه الله تعالى من هذه الشوائب خالص ما تدخل عليها الشوائب أبدا كالأنبياء جاءوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام ليقرروه عن فعلته هذه التي وجدوها من أكبر الأفعال فكيف التقوا به وماذا كلموه ذاك موعدنا القادم إن شاء الله تعالى نفعنا الله بما قلناه وتعلمناه الحمد لله وقل العظيم الحمد لله